السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم علمي؟ ان شاء الله اليوم رح نبلش بالفصل الثاني من وحدة الفلك اللي هو بنحكي فيها عن النظام الشمسي كنا بنعرف انه الشمس هي اهم مكونات الرئيسية للمجموعة الشمسية هي من النجوم متوسطة الحجم والكتلة يعني في اكبر منها بكتير وفي اصغر منها بكتير بين مئات بلايين النجوم في مجرتنا فهناك نجوم اكبر منها بكتير ونجوم اصغر منها بكتير ولا تتميز الشمس من النجوم الاخرى الا بقربها منها يعني اللي بيميز الشمس عن النجوم الاخرى اللي بنعرفها بس انها هي اقرب النجوم لالنهاي هي الخاصية المميزة لالها والشمس كباقي النجوم تولد وتكبر وتموت زي ما اذا بتتذكر وشرحت لكم بالصف انه لها دورة حياة زي دورة حياة الانسان يولد ويكبر ويموت مرحلة شباب وشيخوخة وموت. تبعد الشمس عن الارض في المتوسط مية وخمسين مليون كيلو متر تقريبا وتسمى هذه المسافة مسافة وحدة فلكية واحدة. اذا بعد الشمس عن الارض هو وحدة فلكية واحدة وهي مناسبة لقياسات المسافات في المجموعة الشمسية غير انها صغيرة جدا بس لما بدي اجي اقيسها بالوحدة الفلكية بتكون كتير صغير بالنسبة للمسافات بين النجوم. لهيك لجأ العلماء انهم يستخدموا مقياس اكبر لتحديد بعد النجوم وعرف هذا المقياس باسم السنة الضوئية. وتعريف السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة وتقر وتقدر قيمتها بتسعة ونص ضرب عشرة قوة اتناش كيلو متر. اذا السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة وتقدر قيمتها بتسعة ونص ضرب عشرة قوة اتناش كيلو متر. ليش سميناها سنة ضوئية? لان هو مقياس اكبر بنقدر نحدد فيه بعد النجوم لانه المسافات بين النجوم شمالها كتير كبيرة. والوحدة الفلكية وحدة كتير صغيرة بالنسبة للمسافات في المجموعة الشمسية. طيب تدور الشمس حول محورها كل خمس وعشرين الى تلتين يوم. وتدور ايضا حول مركز مجر الدربة تبعنا مرة كل ميتان وخمسين مليون سنة تقريبا. هذا الجدول فيه الخصائص الفيزيائية للشمس. مثل عمرها اربعة فاصل ستة مليار سنة. قطرها واحد فاصلة تلتمية وتنين ست تسعين بعشر قوة ستة كيلو متر. مساحة سطحها كتلتها كثافتها جاذبيتها درجة حرارتها السطحية ودرجة حرارة مركزها. وطبعا الجدول للاطلاع وليست للحفظ. وهي الاشياء انتم بتعجبكم. طيب انكمل. احتيلك. خلينا نكمل. احسب حجم الشمس باستخدام العلاقة وهذا مش مطلوب. نحسبه لانه الارقام فيه كتير كبيرة بتحتاج آلة حاسبة. طيب. فسر قول العلماء. الشمس كرة ضخمة ويمكن وضع اجرام المجموعة الشمسية بداخلها. بما انه بقدر احط اجرام المجموعة الشمسية كلها بداخلها معناته حجمها كبير ويتسع لجميع الكواكب التابعة لها. اوكي. فسر سبب تدني كثافة الشمس على الرغم من كتلتها الكبيرة. قبل قليلة. شو سبب تدني الكتافة? اذا بتتذكروا بس شرحنا عن تفاعلة الاندماج النووي. حكينا انه تفاعلات الاندماج النووي اللي بتصير في باطن الشمس. هاي بتصير كل ثانية. بتنتمج فيها اربع انوية هايدروجين لانتاج نواة هيليوم. وفرق القتلة اذا بتتذكروا اللي حكينا عنه. ما بين الاربع انوية هايدروجين اللي هم المواد الداخلة في التفاعل. مع الهيليوم اللي هم المواد الناتجة من التفاعل. بيشع على شكل طاقة كهرومغناطيسية. لهيك كثافتها بتكون اقل. لانه فرق القتلة بيروح على شكل طاقة كهرومغناطيسية. بتنا نبلش ونحكي عن مصدر الطاقة في الشمس. قال الله عز وجل وجعلنا وجعلنا سيراجا وحاجة. من كلمة وهاجة يعني مصدر الطاقة بتكون من الداخل. يعني هو مشع بذاته. تشير هذه الاية الكريمة الى الشمس. وهي جرم سماوي. مشع بذاته. تبلغ قدرة الشمس الضيائية 3.8 827 بالألف 10 قوة 26 جول لكل ثاني ولكن ما مصدر الطاقة الشمسية طبعا مصدر الطاقة الشمسية اللي هو تفاعلات الاندماج النووي يعني جواب هذا السؤال بالفقرة اللي موجودة تحت تنتج الطاقة الشمسية من تفاعلات الاندماج النووي في باطن الشمس التي تصل درجة حرارته الى 15 مليون كلب حيث تندمج اربع انوية هيدروجين لانتاج نوات هيلوم واحدة وفرق الكتلة ما بين الاربع انوية هيدروجين والهيليوم يشع على شكل طاقة كهراء مغناطيسية زي ما حكينا قبل شوي طيب بدنا نيجي هلأ لتركيب الشمس بما انها نجم بدنا نعرف هذا الجرم السماوي من ايش بيتكون اول اشي احنا بنشوفها على شكل قرص اصفر اللون متوهج وساطع هاي بالنسبة للراسد يعني انا كراسد بوقف بتطلع على الشمس بشوفها عبارة عن دائرة لونها اصفر وبالضوي ساطعة متوهجة لتتعرف كيفية لتتعرف تركيب الشمس وطبقاتها ادرس الشكل 3 الى 16 واجب عن السؤالين بعده طيب خلينا نشوف تركيب الشمس في عندي لوب داخلي في عندي نطاق بنسميه نطاق الاشعاع في عندي نطاق بنسميه نطاق الحمل الحراري والتنين مع بعض رح يكون اسمهم الطبقة المتوسطة في عندي طبقة الغلاف الملون وعندي طبقة الاكليل اللي رح نحكي عنها كمان شوي والتنين مع بعض اسمهم طبقة الغلاف الجوي للشمس وفي عندي طبقة الغلاف الضوئي اذا كم طبقة صاروا عنا عنا واحد اللي هو اللوب الداخلي اثنين اللي هو الطبقة المتوسطة تلاتة اللي هو طبقة الغلاف الضوئي وأربعة لهو طبقة الغلاف الجوي للشمس عدد طبقات التي تكون منها الشمس بالترتيب من الداخل إلى الخارج هلأ حكينا لوب متوسطة غلاف ضوئي وغلاف جوي للشمس إذا علمت أننا لا نستطيع رؤية الإكليل وطبقة الغلاف الملون في الظروف العادية من الأرض فما اسم الطبقة المرئية بالنسبة لنا من الشمس إكليل وغلاف ملون إحنا ما بنقدر نشوفه وإحنا نواقفين على الأرض مين اللي بعدهم؟ اللي بعدهم الغلاف الضوئي معناته الطبقة اللي إحنا بنشوفها هي طبقة الغلاف الضوئي يمكن تلخيص أهم خصائص طبقات الشمس الداخلية والخارجية بما يأتي أول إشي اللوب اللي هي أول طبقة داخلية بأيش تتميز؟ هو الجزء الداخلي من الشمس الذي تحدث فيه تفاعلات الاندماج النووي وترتفع درجة حرارته لتصل إلى 15 مليون كيلف تقريبا يعني درجة حرارته جدا جدا عالية أعلى درجة حرار دائما وين؟ في اللوب ليش؟ لأن تفاعلات الاندماج النووي بتصير فيه تاني طبقة اللي هي الطبقة المتوسطة وهي منطقة شاسعة من باطن الأرض وتنتقل الحرارة عبر هذا النطاق من مركز الشمس إلى سطحها بواسطة الإشعاع وتيارات الحمل عشان هيك حكينا هون أنه نطاق الإشعاع ونطاق الحمل الحرارة اسمهم الطبقة المتوسطة ليش؟ لأنهم بينقلوا كل الحرارة اللي نتجت عن تفاعلات الاندماج النووي في اللوب الداخلي لوين للسطح فالطبقة المتوسطة بنطاقيها هدول التنين هم اللي بينقلوا الحرارة من اللوب إلى السطح طبقة الغلاف الضوئي وهي الطبقة التي تكون سطح الشمس ونراها عند رصد الشمس يعني اللي بنشوفه إحنا بنشوف طبقة الغلاف الضوئي ما بنشوفه المتوسطة ولا اللوب ولا الغلاف الجود تصل درجة حرارتها إلى 6000 كيلبن تقريبا سمكها قليل مقارنة بسمك الشمس لأنها هي الطبقة السطحية الخارجية وتظهر عليها البقعة الشمسية اللي رح نحكي عنها كمان شوي بالظواهر المتعلقة بالشمس دال طبقة الغلاف الجوي للشمس اللي هي آخر طبقة يتكون الغلاف الجوي للشمس من طبقة الغلاف الملون التي تلي الغلاف الضوئي إذن الغلاف الملون التي تل الغلاف الضوئي يتكون منها الغلاف الجوي يتكون الغلاف الجوي للشمس من طبقة الغلاف الملون التي تل الغلاف الضوئي يلي ذلك خارجيا الإكليل وكلاهما يشكلان طبقة الغلاف الجوي للشمس وكلاهما لا يريان مباشرة إذن الإكليل وطبقة الغلاف الملون التنين هم اللي بيكونوا عندي طبقة الغلاف الجوي للشمس طيب شو هو الإكليل الإكليل هو الجزء الخارجي من الشمس ويمتد إلى ملايين الكيلو مترات سي ما انتوا شايفين شايفين هذا الأشعة هاي اللي طالعة هيك على شكل أشعة أو ممكن كمان شوين حكي عنها زيك أنها رياح شمسية تيارات تخرج إلى الخارج هذا كل يعتبر سميه الإكليل لن يمتد إلى ملايين الكيلو مترات يتكون من البلازمة وهي الحالة الرابعة من المادة احنا نعرف ان المادة هي حالة صلبة سائلة أو غازية البلازمة هي حالة رابعة وهي عبارة عن نوع موجبة الشحنة والكترونات سالبة الشحنة مما يجعلها وسطا موسلا للكهرباء أوكي هلأ لهون إن شاء الله بنواقف هاي الحصة بنكمل الحصة اللي وراها الظواهر المرتبطة بالشمس ترجمة نانسي قنقر